خلينا نأخذي كزا نصيحة أخيرة منك يا أخت جريس للمشاهدين شو عايزة تقول في هذا الصدد بحب أقول أنه الرب يلي رفع من شأن المرأة بالمسيحية إن كان متزوجة أو مش متزوجة في كتير نساء مش متزوجات وبيعملوا شغل رائع وعظيم يلي حضرتك تفضلت وحكيت عنهم كانوا عم بيخدموا الرب من أموالهم في منهم كانوا مش متزوجات بقى بحب أقول أنه كل هيدول النساء اللي استعرضناهم بالكتاب المقدس كانوا متكلين على الرب كان الرب هو الأول بحياتهم كانوا ياخدوا القوة من عنده طي يقدروا يعطوا لناطر النصيب الصالح أنا بقلها خدي رأيي الرب امين فتحي الكتاب المقدس وخدي من الرب تأكيد ووعد والمرأة المجاهدة الأمرأة الفاضلة يلي هي بالبيت عم بتضحي مع زوجة وولادة إكرامة من عند الرب وللنساء يلي بيوضع صعب بمجتمعنا ويلي حكينا عنهم تحت العنف والذل وبتخباية منصليلهم أكيد نرفعهم بصلواتنا ومنقللهم في أمل بالرب على طول في أمل أمين وهذه أحلى كلمة قلتها في آخر الحلقة في أمل يوجد رجاء مكتوب كمان في سفر الأمثال بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت بعدين كمان في سفر الأمثال مكتوب أخت جريس حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيرها شوف قديش السلطة من خلال المرأة الحكمة بتبني والحماقة بتهدم وفعلا هذا بنشوفه إلى يومنا هذا كم من امرأة حكيمة أنقذت مجتمعات كاملة واليوم نشوف رؤساء ووزراء وإلى آخر في المجتمع من واقضات اللي عم بيقوموا في أدوار هامة جدا لكن أهم شيء سواء رجل أو امرأة هذا الاتكال بيجي عن طريق التسليم والخضوع لربوبية الرب يسوع المسيح أعترف أنه أنا محتاج أنا محتاج الرب وهذا الاحتياج أنه أنا بعترف بخطيط اليوم بتوب عنها بقول له يا رب تعال اسكن قلبي وغير حياتي شوف الرب ببتدي يعمل معاك أمور عجيبة اللي تطيع وتنمو وتنضج في الرب ربنا يبارككو وإن شاء الله بنسمع منكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة